الحقيقة انا هقف عند موضوع السكر السكر الراجل قالك ايه؟ محدش هياخد غير طبعا فيه ارتفاع رهيب جدا في السكر لكن الراجل بقى هو ده بقى تلاتة كيلو بس انت مش مسموح لك تاخد غير تلاتة كيلو والحقيقة معرفش انا مقاردش الخبر بتفاصيله جوه هما التلاتة كيلو دول استنى كده لما نقرأ من جوه ايوه برضو مقالش لا يتم السماح ببيع اكتر من تلاتة كيلو سكر للشخص الواحد طيب دولة في اليوم ولا في الاسبوع ولا في الشهر يعني اصوها برضو الحاجات اللي بتحصل في مصر دي حاجات عجيبة جدا ملهاش ملهاش عقل يفهموه انت محدد تلاتة كيلو سكر للمواطن اذا انت عندك ازمة اصول انت الكلام بتقول ان انا معنديش ازمة يعني الكلام اهو وزير التموين بيقول انا معنديش ازمة يا جماعة طب ازاي ما عندكش ازمة وبتحدي لا اهو لا توجد ازمة سكر في مصر معاون وزير التموين يا جماعة حد بس بيلاق عليكم عشان انا ايه باجي اخر الليل واخر الحلقة والواحد بيشطب انت وربنا اديكم الصحة يعني الراجب بيقول ما عندكش ازمة سكر وفي نفس الوقت بيقول ما نديش كل واحد غير تلاتة كيلو طب لو انت معنديش ازمة اللي عايز اشتري اشتري انا محب السكر زيادة اخي محب حط ست معلق في الكوباية انا مزاجي كده الراجب صعيدي ايه ده ايه ايه الا عقل والا منطق العجيب ده تخيلوا المصريين عشين في كل هزي الازمات وحدش فتح بقه والله احتراما للدماء دولار حديد سجاير زيت سكر باقي المنتجات لسه لسه لما التعاوم يحصل طب ازاي تستقيم الحياة كده ازاي تستقيم حياة الناس كده الحياة مسألة صعبة جدا يا جماعة وكان الله في عون كل مواطن مصري والله والله عظيم بقول لكم كده انا بدخل السوبر ماركت هنا قال اسعار ايه ده فين انا كنت باشتري كل اللحمة في تركيا ب 25 ليرة دلوقتي كل اللحمة داخل على 400 ليرة اقول فين بس الفرق ده كله اتعوض عند الحكومة بالنسبة للمواطن التركي